والسؤال أحبائي كيف نقترب إلى المسيح أولا أحبائي نقترب إلى يسوع المسيح عن طريق قبول المسيح عن طريق تسليم الحياة والكيان إلى يسوع المسيح الذي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به وأيضا مكتوب وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص فإذا عن طريق قبولنا ليسوع المسيح وذلك عن طريق الولاد من فوق الولادة الثانية الولادة الروحية الولادة من الروح القدس أو الولادة بعمل الروح القدس الولادة الروحية عندها نصبح خليقة جديدة كما يقول كتاب إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا ونصبح أولاد وبنات للرب مكتوب في يحنى الإصحاح الأول والآية 12 والآية 13 مكتوب وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصير أولاد الله أي المؤمنون باسمه ويواصل في الآية يقول الذين ولدوا من الله الولادة الروحية الولادة من فوق ثم يقول الكتاب المقدس فكما قبلتم المسيح يسوع الرب أسلك فيها نحن نقبل المسيح ونسلك كما سلك ذاك رسالة يحنى الأولى إصحاح الثنين والآية 6 وهنا هذه الآية أحبائي في كلوسي إصحاح الثنين والآية 6 ولاحظ يقول الكتاب نقترب إلى الرب مكتوب اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم نقوا أيديكم أيها الخطاط وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين فإذا نقترب إلى الله أولا عن طريق الخضوع لله ثانية عن طريق مقاومة إبليس قاوم إبليس فيهرب منكم ثالثا عن طريق الاقتراب إلى الله ثم عن طريق تطهير قلوبنا أن ننقي أيدينا وأن ننقي قلوبنا أي أن نعيش بالطهارة الكاملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر